اشتركوا في القناة وللإجابة على هذا السؤال نقول إذا أفطر الصائم بعذر واستمر هذا العذر معه إلى الموت فقد اتفق الفقهاء على أنه لا يصام عنه كما أنه لا فدية عليه لعدم تقصيره وكذلك لا يلحقه إثم لأنه فرض لم يتمكن من فعله فسقط حكمه فهو كالحج أما إذا زال العذر وتمكن من القضاء ولكنه لم يقض حتى مات فهنا للجمهور قولا القول الأول ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من السادة الحنفية والمالكية والمذهب الجديد عند الشافعية وهو المذهب عند السادة الحنبلة ذهبوا إلى أنه لا يصام عنه بعد مماته بل يطعم عنه عن كل يوم مسكينا بمقدار مد وهذا المد بتقدير السادة الشافعية عبارة عن نصف كيلو جرام من البر أو القمح أو الشعير أو غالب قوت أهل البلد لماذا قال جمهور الفقهاء أنه لا يصام عنه بعد مماته؟ قالوا ذلك لأن الصوم لا تدخله النيابة في الحياة فكذلك الأمر بعد الوفاة فهو كالصلاة أما الرأي الثاني فهو ما ذهب إليه أصحاب الحديث وجماعة من السلف كطاووس والحسن البصري وقتادة وهو المذهب القديم عند السادة الشافعية وهو المختار أيضا عند الإمام النووي وغيره فذهبوا إلى أنه يجوز أن يصام عنه بعد مماته واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه وليه وبسؤال الرجل الذي جاء إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صيام شهر أفأقضيه عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم لو كان عليها دين أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم قال صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق أن يقضى إذن وبناء على ما سبق فإنه يجوز أن يصام عن الميت بعد مماته أو أن يطعم عنه مسكينا في كل يوم بمقدار مد فهذه هي الفتوى المعتبرة ونسأل الله سبحانه وتعالى اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة